هكذا يمضي أهل دوما في غوطة دمشق الشرقية أوقاتهم تحت أهوال القصف وإطلاق النار واصل هذا الدخان الكثيف والركام المتراكم يدفن البعض أحياء وآخرون تكتب لهم حياة جديدة وحتى من تكتب له حياة جديدة لا يضمن أن يصل إلى المستشفى أما الوضع في المستشفى فحدث ولا حرج وفي سقبة التي أحكمت القوات الحكومية السورية السيطرة عليها فقد عاد سكانها ليجدوا الكثير من منازلهم قد هدمت ولم تعد تصلح للعيش لكنهم عادوا متحدين كل الظروف الشهر نحن قاعدين بالأبو ما طلعنا أبدا وقت ندرينا هلا أمبارح أنه في الحمد لله هدنة وكل شيء منطلعنا هلا شيء ساعة تسعة طلعنا لهون واجينا وشوفنا الضو الشهر وجاء استقل القصف عننا هون كثير وقد قصفوا هون هدوا سالحوا كذا عملوا وشال ما ردوا علينا ونطلعنا نحن على عين ترمى لأننا أهدا وطلعنا نطلعنا المنطقة لأهدا مشان الأولاد ومشان طلعنا على أهدا وما درينا أنه هون هيك صار يجينا دغير له ونزعنا له مدينة سقبة لم يحصل فيها أي اشتباك لأن المسلحين قسم منهم سلم نفسه وقسم منهم هرب إلى المنطقة المجاورة هذه الأوضاع المأساوية دفعت المنظمات الدولية إلى الدعوة لتضافر الجهود من أجل إنقاذ المدنيين في الغوطة الشرقية فر أكثر من 45 ألف شخص من منازلهم في الغوطة الشرقية وحدها خلال الأيام الماضية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض نحن نكرر الدعوة إلى الحماية والأمن وإلى توفير المساعدات بصورة مستمرة ومن دون أي عائق إلا أن الآلاف ما يزالون تحت الحصار والقتال الشديد وفي حاجة ماسة إلى مساعدة مساعدة قد تنجح في الوصول أحيانا ولا مجال لوصولها في كثير من الأحيان محمد طه بي بي سي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الولايات المتحدة تستعد الآن لتسليم المملكة العربية السعودية بعضا من الأسلحة المضمنة في صفقة السلاح المبرمة بين البلدين كما رحب بصفقات الاستثمار التي يعتزم ولي العهد السعودي إبرامها مع عدد من الشركات الأمريكية خلال جولته التي تستغرق ثلاثة أسابيع ترامب أشار إلى أن إيران لم تعامل المنطقة والعالم بشكل جيد بحسب تعبيره وقال أنه سيحدد فيما يؤير المقبل موقف بلاده تجاه الاتفاق النووي مع إيران كما أثنى ترامب على العلاقات التي وصفها بالقوية بين بلاده والرياض